في قصر الشاطئ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جلالة كارل السادس عشر غوستاذ ملك مملكة السويد الصديقاء الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تشمل رعاية احتفالات جناح السويد المشارك في معرض أكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لبلاده وبحث سموه وجلالة كارل السادس عشر ملك السويد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والسويد وفرص تطويرها في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية إضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا في إطار مسعى البلدين لبناء اقتصاد معرفي مستدام وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود التنمية وتطرق اللقاء إلى معرض أكسبو 2020 دبي الذي يستضيف بين أروقته ثقافات العالم وتاريخ شعوبه ويعرض مشاريع دوله التنموية التي تسهم في تحسين حياة المجتمعات